الاهلي يتأهل رسميا لنهاي دور ابطال افريقيا للمرة الخامسة على التوالي والمرة السبعتاشر في تاريخه ويواصل الطريق نحو اللقب الاثناشر الاهلي يفوز على مازينب تكون غولي في مباراة العودة بنتيجة 3-0 عندنا الشوت الاول انتهى بتعادل السلب 0-0 رغم السيطرة والهيمنة من الناد الاهلي لكن فشل في تسجيل الاهداف في الشوت التاني وفي الده 60 مازينبي بيسجل الهدف الاول لكن الحكم يرجع للفار ويلغي الهدف بداعي لمسة يد على لعب مازينبي في الده 68 رأسية من محمد عبد المنعيم تعلن عن الهدف الاول للناد الاهلي في الده 83 الفلسطيني وسامة ابو علي بيسجل الهدف التاني للناد الاهلي بعد اسست من علي معلول ينهيها النجم الفلسطيني وسامة ابو علي على طريقة الكبار وفي الده 12 من الوقت بدل الضايع اكرم توفيق بيسجل الهدف التالت للناد الاهلي وتنتهى المباراة بنتيجة 3-0 للناد الاهلي وبهذا الفوز يتأهل الاهلي لنهاء دور ابطال افريقيا ليلاقي التراجي التونسي ناد التراجي التونسي تأهل على حساب ساندونز الجنوب افريقي باجمال 8-0 1-0 في الزهاب 1-0 في الاياب وبعد انتهاء دور النصف النهائي بكده اكتملت الفرق الافريقية المشاركة في كأس العالم للاندية 2025 عندنا اربع فرق عندنا الناد الاهلي والوداد المغربي والتراجي التونسي وساندونز الجنوب افريقي تعالوا بنا نتعرف على موعد نهاية دور ابطال افريقيا زي ما انتوا عارفين نظام النهائي هيكون على مبارايتين مباراة زهاب ومباراة اياب مباراة الزهاب هتكون يوم 18 مايو 2014 والمباراة تقام في تونس مباراة الاياب هتكون يوم 25 مايو 2014 والمباراة تقام في مصر